في منطقة جافة نائية من أثيوبيا يتوافد مئة رجال إلى ضفاف بحيرة عسل لاستخراج الملح منها كما كان يفعل أباؤهم وأجدادهم لكن التوجهات السيحية للحكومة في المنطقة تشك أن تقضي على هذه المهنة المتوارثة فمنذ مئات السنين يعمل القيمون على ضفاف البحيرة على استخراج كتل كبيرة من الملح يجعلونها على شكل قوالب مستعينين بفؤوس أو قواطع على مرأة من الجمال التي تستعد لنقل الحمول بعد ذلك إنها أرضنا لقد ورثناها من أبائنا وأجدادنا ليس لدينا أي شيء آخر آمل أن يحافظ أولادنا وأحفادنا على هذا التقليد لكن التوجهات الحكومية في هذه المنطقة النائية من شمال شرق البلاد تهدد نمط الحياة التقليدي هذا بالاندفار إذ تنوي السلطات شق طرقات وجذب المستثمرين والسياح إليها أعتقد أن طريقة نقل الملح سوف تختلف سنتمكن تدريجيا من نقل الملح بالسيارات وحتى اليوم ما زالت الجمال تنقل الملح في طريق طويل لكنه يستغرق ثلاثة أيام بدلا من خمسة ويتوقف فيه تجار في برحالي التي أصبحت مركز تجارة الملح في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر